20 غارة جوية أو 50 الخبر ليس في العدد إنما في الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة للمرة الأولى مستهدفة مواقع لتنظيم داعش في سوريا وشاركت فيها خمس دواء العربية البحرين والأردن وقطر والسعودية والإمارات البنتاجون أكد الخبر والبحرين أيضا أكدت المشاركة مع دواء خاليجية أخرى في الضربات الجوية ضد الدولة الإسلامية وكذلك فعل الأردن تقوم طائراتنا وسلاحنا الجوي بشن هجوم على مواقع للمنظمة الإرهابية وهذا يأتي في طار التنسيق مع المجتمع الدولي ومع دول عربية إقليمية بدأت الغارات الساعة الرابعة فجرا عشرات صواريخ التماهوك أطيقت من صفن حربية في البحر الأحمر وشمال الخليج العربي واستخدمت قاذفات قنابل سندتها طائرات مسلحة من دون طيار ضربوا أهدافا للدولة الإسلامية منها معسكرات تجريب ومقار قيادة وإمدادات أسلحة ومراكز مالية في شمال وشرق سوريا حول مدن الرقة ودير الزور والحسكة والبوكمال كما استهدفت الضربات جبهة النصرة في شمال سوريا وانفردت الطائرة الأمريكية باستهدف مواقع لتنظيم خراسان هل توقفت الضربات؟ الأكيد أنها لم تنتهي ويؤكد مسؤول أمريكي عسكر وسياسي أن الضربات لمواقع للدولة الإسلامية في سوريا ستتواصل وستعتمد وطيرتها على طبيعة الأهداف من لم يشارك في الضربات هي سوريا التي أعلنت دعمها لأي جهد دولي يصب في مكافحة الإرهاب مضيفة في بيان لوزارة الخارجية أنه يجب أن يتم تحت السيادة الوطنية ووفقا للمواثق الدولية كان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال أنه تلقى رسالة شفاهية من نظيره الأمريكي جون كيري عبر وزير خارجية العراق يبلغه فيها أن الولايات المتحدة ستستهدف القواعد تنظيم داعش في سوريا إلا أن الخارجية الأمريكية نفت أن يكون كيري قد بعث برسالة إلى النظام السوري وقالت نائبة متحدثة باسم الخارجية الأمريكية ميري هارف للحرة أن الإدارة الأمريكية لم تسعى للحصول على إذن من النظام السوري ولم تنسق عملياتها مع الحكومات السورية أما روسيا فألن رئيسها فلاديمير بوتين أن الحملة يجب أن تتم بموافقة ديماشق وهو ما حصل لتعلن خارجيتها لاحقا أن مكافحة الإرهاب تتطلب جهودا منسقة من مجمل الأسرة الدولية برعاية الأمم المتحدة وهو ما يتوقع يفعله أوباما في الأمم المتحدة